دعم سياسي ومادي جديد أعلنت عنه الولايات المتحدة للمعارضة السورية فقد صرح المبعوث الأمريكي إلى سوريا دانييل روبينستاين أن بلاده قرر الترفع مستوى تمثيل مكاتب الاتلاف السوري على أراضيها كبعثة دبلوماسية خطوة تقول واشنطن أنها تزيد من تقوية المعارضة السورية وتشديد عزلة حكومة دمشق الإعلان عن رفع مستوى تمثيل مكاتب الاتلاف السوري هنا بالولايات المتحدة باعتبارها الآن بعثات أجنبية وده بموجب قانون البعثات الأجنبية الأمريكية وده طبعا أن دالعنا الشريء بيدل على دعمنا للمعارضة السورية المعتدلة وعلى شركتنا مع الاتلاف باعتباره الممثل الشارعي للشعب السوري القرار الجديد يضاف إلى حزمة مساعدات إنسانية وأخرى غير فتاكة بملايين الدولارات أعلن عنها المسؤول الأمريكي وهو يسبق الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الاتلاف السوري المعارض للعاصمة واشنطن زيارة سيشكل عنوانها الأبرز الدعم العسكري والمادي الذي تحتاجه قوات المعارضة لصد تقدم القوات الحكومية بحسب مصادر مطلعة هذا القرار لا يكفي أبدا نحن بحاجة إلى قرارات أهم وأكبر من الإدارة الأمريكية وأولها دعم المعارضة الوطنية السورية ودعم الجيش الوطني السوري الحر تسليح ثوارنا على الأرض الذين يخضون اليوم جبهات ضد النظام السوري وضد قوات الأسد رفع مستوى تمثيل مكاتب الاتلاف في الولايات المتحدة وإن لم يرقى بعد إلى تسليم كامل الصلاحيات القنصلية والديبلوماسية للإئتلاف إلا أنها قد تكسب المعارضة السورية زخما سياسيا دوليا أكبر سيما أنها تقوض شرعية الحكومة السورية بحسب ما أكد رئيس الإئتلاف السوري أحمد الجربة تعقيبا على القرار دعم عسكري ومادي جديد للإئتلاف السوري المعارض عشية زيارة الجربة للولايات المتحدة خطوة مهمة لكنها لن تكون كافية في تغيير موازين القوى على الأرض ما لم تكن مقرونة بدعم أمريكي عسكري نوعي كما تطالب المعارضة محمد الأحمد سكاينيوز عربية واشنطن